بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه السلم كثيرا الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بهذه المجالس تتنزل فيها الرحمات من الله سبحانه وتعالى تقشان فيها رحمات تنزل فيها السكينة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده فإن شاء الله النهاردة نقرأ في باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى النية بابن الكرام في الإنفاق تكون خالصة لله لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الكريم كذلك اليقين أن الله سبحانه وتعالى يعوض في الدنيا وفي الآخر ثقة بما عند الله اليقين أنك توقن وتتيقن وتأكد أن ما عند الله خير مما في يدك هو ذا اليقين عند الإنفاق قال الله تعالى بعد عوض ابن الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنثقت من شيء فهو يخلفه يخلفه أي يعطيكم عوضا عنه ويعوضكم عليه إما في الدنيا أو في الآخرة ولعله في الدنيا والآخرة وقال تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير وفى إليكم وأنتم لا تظلمون وقال تعالى وما تنفق من خير فإن الله به عليم وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين إلا في هاتين الخصلتين اللي حيذكره النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق أي صلت هذا الرجل على هلكة هذا المال في الحق فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ورجل آتاه الله حكمة وهو يقضي بها ويعلمها طبعا احنا قرأنا الحديث ده مرارا قبل كده وقلنا إن الحسد المذكور هنا ليس الحسد المذموم الذي دمه الله سبحانه وتعالى في القرآن وأرشدنا ودلنا أن نستعيد منه ومن شر حسد إذا حسد لكن الحسد هنا حسد محمود اللي هو بمعنى الغبطة يعني إيه الغبطة؟ يعني أنت فرحان إنه واحد بيعمل حاجة ونفسك تبقى زيه دون تمني زوال النعمة عن صاحبها وده الحسد المحمود اللي هو بمعنى الغبطة المذكور في الحديث وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر طبعا الإنسان مهما كان بيحب الورثة لكن يحب نفسه أكتر فيحب المال اللي هو حيستفيد منه أكتر فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدلنا بيرشدنا إن المال اللي انت حتقدمه في سبيل الله هو ده مالك هو ده اللي محسوب لك هو ده اللي انت حتاخده هو ده اللي انت حتاخده معاك طيب واللي انت حتسيبه ده مال الورثة اللي انت أخرته وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النارة ولو بشق تمرة اتقوا النارة ولو بشق تمرة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان الملكان دول نزلوا دلوقتي اللي نحن أصبحنا خلاصة فلازم يكون عندنا يقين على كلام ربنا وكلام حضرة النفس فيقول أحدهما أحد الملكين يعني اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا حضرتك دلوقتي إما إن انت تستفيد من دعاء الملكين عليك أو ولا ياذب الله يكون ليك أو دعاء الملكين يكون علينا ولا ياذب الله إمتى بالنية نيتك إيه إنك النهاردة هتنفق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله فالدعاء ليك انت استفدت من دعاء الملك والله حتى ولو لم تنفق بس نيتك صادقة إنما الأعماله بالنيات طيب لو الإنسان نيته يمسك هياخد بنيته ولو أمسك هيبقى كأن الدعاء عليه اللهم أعطي منفقا تلفا التلف ده يجي فين بقى يجي في المال نفسه ممكن طيب يجي في نفس الإنسان ممكن يجي في بيته أو في أولاده أو في صحته الله أعلم ده دعاء عام اللهم أعطي منفقا خلفا يخلف عليك الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة واللهم أعطي ممسكا تلفا بابنا الكرام المال فتنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لكل أمة فتنة وفتنة أمتي لو أحنا المسلمين يعني في المال فتنة بني إسرائيل كانت فيه في النساء إحنا فتنتنا إيه في المال فجامعة الخير تخلي بالنا والله مشكلة المشاكل إن الإنسان يحب المال ويبقى يعني إيه عنده حرص عليه وحرص على اكتنازه وهم شاخته معاه قالوا مقولة جميلة جدا ليس باستطاعتك أن تأخذ مالك معك مش هنعمل زي الفراعنا كانوا بيدفنوا الجسة ويحطوا معها الدهب بتاعه والفلوس بتاعته عليها عشان يليها في الحياة الأخ لما يقوم يعني احنا مش هنعمل كده طبعا لكن تستطيع أن تجعله يستقبلك معك الصدقة اللي انت قدمتها مش هتضيه عند ربنا سبحانه وتعالى أبدا فعبابنا الكرام دي وسيلة مهمة جدا تستخدمها ترضي ربنا سبحانه وتعالى الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة من أفضل الأعمال اللي حضرتك تعمل الواحد زنوبه كتير جدا يا جماعة والله زنوبه كتير جدا فمن أفضل أشياء تقدمها لنفسك إنك تنفق لله سبحانه وتعالى طلع المال دلوقتي لأن لما خلاص الإنسان حياته تنتهي حيتمنى إن يرجع عشان إيه؟ ألفة الصدقة يعني العمل الوحيد اللي يتمنى الإنسان إن يرجع عشان يعمله إن يرجع عشان يتصدق بس خلاص راحت الفرصة انتهت خلاص خدت فرصتك كاملة في حياتك فجماعة والله قالوا قديما كده مثل بيقولك إيه اللقم تزيل النقم اللقم تزيل النقم في قصة كده موروسة في موروسات العرب قديما يقال إن طفلة كانت بالبادية وقعد في الخيمة بتاعتها فجاء سائل واحد مسكين ابن سبيل بيسأل من الطعام وكان في يدها كسرة خبز هيت تعيش بتاكلها فحطتها في بقها خلاص حتقولها فلما لقيت السائل بره أخرجت الكسرة من فمها وأعطتها للسائل كبرت هذه الفتاة وتزوجت وأنجبت فكان عندها طفل رضية وضعته في الخيمة وخرجت بره لبعض شأنها فجاء الدق فأخذ الطفل بأسنبين أسنانه وخرج فما كان منها إلا أن نظرت إلى السماء وكأنها تذكر الصنيعة التي صنعته وهي طفلة لله سبحانه وتعالى سبحانك ربي لا يضل ربي ولا ينسى فما كان من الذئب إلا أن جاء ووضع الطفل الرضيع بين يديها ثم مضى فسامعت هاتفا في السماء يقول لقمة بلقمة فلذلك قالوا اللقم تزيل النقم أبنى الكرام محدش عارفه الله لعل صدقة بسيطة قليلة جدا يعني تكون ستر وحجاب لك من النار يوم القيامة اتقوا النار ولو بشق تمره فأدعو نفسي وإياكم نحن الموضوع ده نحاول النهاردة من النهاردة على طول الإنسان يكون إحنا قرأنا من فترة كده باب يعني في العفة إنسان يتعفف عن السؤال وهو يلأخ هذا دين الفقير الفقير يتعفف طب ودين الغني في إيه في الإنفاق إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بالمال فتنفق منه لله سبحانه وتعالى اليوم يقبل منك شق تمره يعني حاجة بسيطة جدا تقبل منك اليوم طب وغدا يوم القيامة لا يقبل ملء الأرض زهب ولو افتدين بي مش هيقبل ففرصة دلوقتي والله نقدم لأمواته مهمة تقدمه لأنفسكم الله سبحانه لا يستفيد بنشيء الحاشة لله الله لا يحتاج لأحد من خلقي هو الرزاق سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه يعطيق هذا المال ويطلب من من ذا الذي يقرض الله قرد أنا حستخيل ربنا يقول لك يقرض الله والله يحتاج حاشة لله الله لا يحتاج لأحد هو اللي رزاقنا هو اللي أعطانا هو اللي خلقنا هو اللي سوانا هو اللي أكرمنا هو اللي أنعم علينا سبحانه وتعالى فلا يحتاج لأحد ولا يحتاج لشيء سبحانه وتعالى لكن هو يختبرك زي مواحد كده يعني ولله المسأل أعلى واحد بيربي ابنه هو اللي بينفق عليه هو اللي بيربيه هو اللي بيأكله كل حاجة هو السبب يعني وبعني يجيب له مثلا ايه حاجة كده وقوله ما تديني منها مثلا يعني هو مش محتاج ده هو اللي يجيبها له فيشوف الابن كده عنده يعني نزعة الكرم ولا عنده البخل يكلها كلها وخلاص هو عايز ياخدها لنفسه فجماعة الخير نقدم لأنفسنا من الآن اللي هتقدمه الآن لن يضيع عند ربنا سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القولة فيتابعون نسأل الله سبحانه وتعالى من الذين ينفقون ابتقاء مرضة الله ابتقاء وجه الله لأن هذه الصدقة جماعة هتلاحي يوم القيامة لأن ربنا سبحانه وتعالى يخبل صدقة أحدكم وينميها له كما ينمي أو كما يربي أحدكم يربيها له كما يربي أحدكم فلوة يعني يجيب مهرس غير كده وتربيه حتى تصير كالجبل طب لو معيش انوي إنك لما يبقى معك تنفق إنما الأعمال وبنيات واحد خد أد جبل أحد صدقة بين غير حاجة معه وش حاجة قال يا ربي لو أن لي مثل أحد دقيق لأشبعت به المسلمين وعنده الكرم وعنده النية الصادقة ربنا سبحانه وتعالى كتبهاله في الصدقات المتقبلة لكن الآن معك تنفق لله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين أستمعون القلبة تمونا أحسنة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بز rasخب الحيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا